في خبر علمي لافت عثر باحثون على ميكروبات بالغة القدم في بلورات ضخمة بمنطقة كهوف نايسة المهجورة بولاية شيشاوة في المكسيك وعادوها لحياتها الطبيعية في المختبر بعد أن كانت تعيش في شبه سبات وقدرت مديرة معهد ناسا الأمريكي لعلم أحياء الفضاء عمر هذه الكائنات الحية الدقيقة بعشرة ألاف سنة على الأقل بل أن الباحثة الأمريكية لا تستبعد أن هذه الميكروبات تعيش في نوع من البيات منذ ما يصل إلى خمسين ألف سنة والبكتيريا العتيقة هي نوع خاص من الكائنات بالغة الدقة ومن المنتظر أن ينشر الباحثون هذه النتائج التي أعلنوا عن بعضها في وقت سابق بأحدى الدوريات العلمية ترجمة نانسي قنقر